السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بما ان الارض بتضغ ناحية الشرق فليه ما يكونش الطيران غربا اسرع من الطيران شرقا ان ارضا ان شاء الله هنرده على السؤال ده احب افكركم في الاول ان المصادر هتلوها تحت في الديسكريبشن ده سؤال طبيعي مجرد فضول الفضول العلمي رائع غير المحدود الارض بتضغ ناحية الشرق بسرعة 1180 كم في الساعة الوحدة فلو انت راكب طيارة وبتحلق ناحية الغرب فمن المفترض ان انت توصل اسرع الاجابة باختصار الكلام ده مش حي لان الطيارة برضو بتتأثر بدوران الارض بمعنى ان احنا بندوق مبتعدين عن وجهتنا بغير من ان الارض بتضغ بسرعة 1180 كم في الساعة الا ان سطح الارض وكل شيء عليه بيدوق بسرعة اسرع من كده بيدوق بسرعة 1670 كم في الساعة وحتى الهوى المحيط بالارض بيدوق بنفس السرع تقريبا ناحية الشرق علشان كده حركة الطيارة لأي مكان بتكون نسبية للارض خلينا نقول ان الطيارة بتحلق بسرعة 160 كم في الساعة فبالتالي هي بتضغ مسبقا مع دوران الارض بسرعة 1670 كم في الساعة زائد القيمة الاضافية اللي هي 160 فبالطريقة دي هتتمكن الطيارة من التقدم على دوران الارض لتصل لوجهتها شرقا لكن من الناحية التانية لو التجهد غربا هتتحرك الطيارة بسرعة فعالية 1670 بس بالنقص فهتتحرك الطيارة بسرعة فعالية 1670 ناقص 160 كم في الساعة والكون العملية عكس اللي تكلمنا عنه للزهاب غربا نحن نذهب شرقا لكن بسرعة اقل من سرعة زهاب الارض شرقا الا لو كنت قريب من القطبين الارضيين بمسافة 16 كم تقريبا ساعتها هتكون اي انطلاقة باتجاه الغرب هتخليك تتحرك غربا بشكل فعلي لكن الامر مش بالبساطة دي لان غياح في الغلاف الجو العلوي بتنشر الفوضى وبيتغير الحسابات وعلشان بسط الامر خلينا نقول ان غياح المسكورة بتتعلق باختلاف سرعة دوران اجزاء الكرة الارضية كل ما بنبعد عن خط الاستواء بحيث ان كوكب الارض بيشبه الكرة لما نقوم بتدورها بتكتسب جميع اجزائها نفس السرعة الزاوية بالنسبة لمركز الكرة لكن السرعة الفعالية لكل منطقة على سطح الكرة بتختلف كل ما بتبعد عن نقطتين التقاء محور الدوران سطح الكرة لحد هنا خلصت حلقة النهاردة والمصادر هتلوها تحت في الديسكريبشن ياريت اكون شرحت لكم الموضوع بشكل مبسط والسلام عليكم اشتركوا في القناة